معاكم دكتور رانيا السيد عبدالعليم استشاري لعلاج الطبيعي بالأسر العيني جامعة الكاهرة النهاردة هنتكلم عن الثلث البولي عند النساء وأسبابه إيه؟ والإيه بيأثر على إيه؟ أسبابه بتبقى طبعا من ضمن أسباب الولادة المتكررة وخصوصا الولادة الطبيعية دي بتبقى من ضمن أسبابه ده بيعمل مشكلتين ارتخاب في عضلات المهبل فيسبب ثلث بولي بيبدأ بحاجة اسمها يعني العينة تجي تقح تجي تعتص تجي تضحك يبدأ ينزل منها نقط مبول ده أول مشكلة تقني حاجة ارتخاب عضلات المهبل بيبقى عضلة المهبل بتفسد متعة الجماعة بين الزوجة والزوج طبعا علاج المشكلة دي مهم على الواجهين همتكلم بقى على طرق العلاج طبعا إحنا العلاج بدعنا بالتقليل طبعا إحنا بنقدر من إيس عندنا البيهز بتانا من إيس بي قوت الكبود العضلات بتاعك المهبل ونقيس بي قوت الكبود العضلة بتاعك المهبل وعضلات القبود وعضلات القبود ده بيبقى تعرف في عضلات القوت وعضلة المهبل وبنبدأ نقيس بنبدأ نقيس قوة الكبود بتاعها طبعا العضلة هنا ضعيفة العضلة طبعا معينة 22 على الاهز المفروض إن إحنا عشان العضلة دي نقول إن الكنترول بتاعها عالي بنعمل إيه آآ من خمسة وربعين آآ لحد ستين طبعا إيه العضلة دي طبعا ضعيفة آآ بعد ما عملنا التقليل بنبدأ الجلسات بتاعاتنا تنبيه تنبيه عضلي نعمل التنبيه لعضلات القوت ما نحن شايفين نبدأ نصور ونبدأ نصور ونبدأ نعمل العضلة الداخلية نفسها ونبدأ نعمل العضلة الداخلية نفسها ونبدأ نعمل لها آآ تنبيه آآ تنبيه آآ وبنكمل الجلسة بقى بتاعتها بجامل تنبيه العضلات الحوض والعضلات القابضة للمسانا والتدريب ان احنا نقولها آآ ندربها على تمارين معينة بتعملها آآ في الحمام اللي هي زي طبط البول في آخر التبول من عشر ثواني حد ميت ثانية وبعد كده من في منتصف التبول وبعد كده في أول التبول وبنبدأ نعمل التدريب ده آآ مع شوية تعليمات بتمشي عليها ما شاء الله ده من الحاجات النتائج بتاعتها بتبقى عالية جداً وبنرجع ناخد المئس آآ بتاعها آآ العلاج ده صغير جداً على فكرة بيبقى كل القصة ثلاث زيارات وبتنتهي المشكلة تماماً بتعمل آآ بنعمل فيها درسة التنبيه لعضلات المسانا وعضلات الهور والعضلة القابضة للمهبل وبنحلل مشكلتين مشكلة الثلاث البولي وإفساد منتعة الجماعة طبعاً ايه آآ في العلاقة الزوجية نتمنى انكون في دنكونا